أطلق ناشطون كوريون جنوبيون مناهضون لكوريا الشمالية بالونات مملوئة بصور بروباجندا لكيم جونج أون في تحدي واضح لسلطات الضفة الشمالية الناشطون أحي الذكرى السادسة لغرق السفنة الحربية الكورية الجنوبية التي يعتقد أنها تعرضت لهجوم بتوربيد أطلق من غواصة كورية شمالية واتخذت التوترات في شبه الجزيرة الكورية منحا شخصيا بين زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية الذين تبدل التهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تدريبات بالمدفعية تتضمن محاكاة لضربات على مكتب ومقر إقامة الرئيسة الكورية الجنوبية بارك جونهي من جهة أخرى طلبت رئيسة كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بضرورة إنهاء الأعمال الاستفزازية آمرة قواتها العسكرية بالاستعداد الكامل والحفاظ على أقصى قواتها القتالية